برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل ممكن كلنا اينا بعدين كده بنتكلم مع بعض انا شو عاري بيقع تبخذي فوليك أسد انا حسنا داخل شوية تبخذي حديد كلنا بنلجأ لتناول الفيتامينز والمكملات الغذائية اعتقادا بان ده بيعود عن نقص العناصر الغذائية لكن في الحقيقة انه ده خطر كبير جدا لانه استهلاك غير منظم وغير خاضع للرقابة الصحية للمكملات الغذائية يمكن انه ممكن في وقت كتير جدا يؤدي الى اثار الجانبية شديدة الخطورة دايما بنقول فيه استهلاك للكلة لما بنستهلك الفيتامينز بشكل غير منظم مشكلة ان كلنا بقينا ده كترة وزي ما انت قلت كده كلنا بننصح الاخرين من احنا كده والكرسة الاكبر السوشيال ميديا وفيديوهات اليوتيوب اللي اصبحت بعيادة لأي حقا انت تعبان فانا عندي تعب في كده فتلاقي فيه حاجات زي كده طيب ايه الصح وايه الغلط نعمل ايه فيما تعلق بادمان المكملات الغذائية اللي اصبح عادة عند ناس كتير جدا بصحبتنا الدكتور مصطفى ساري استشارة تغذية العلاجية سيكلمني على الموضوع ده اختاره وفوائده والفئات العمرية المستحقة لهذه المكملات وكيف يمكن ان تكون هذه المكملات بالفعل علاج وليس نوع من انواع الضرر على الجسم مرحب بك يا دكتور يا اهلا بك نورني دكتور اهلا بك خلينا نتكلم نقول الاول ان المكملات الغذائية اللي موجودة في الغذاء الطبيعي بصورتها الطبيعية احسن بكتير من اللي هتاخدها كحبوب ونسبها اللي موجودة في الاكل الطبيعي اللي انت بتاخدها يعني نسب الطبيعية ومكوناتها اللي موجودة في الاكل اللي ربنا خلقه مش هتقدر تزبطها بحبوب او مش هتقدر تزبطها بمركب كيميائي عدوي زي اللي انت هتشتريه من معظم الشركات اللي هي بتارجت او بتستهدف اللي هو بروباجندا يعني اللي بتعمل بروباجندا للزبون او للشخص اللي هو قاعد يتفرج على السوشيال ميديا او قاعد يتفرج على وسائل الاعلام او قاعد يدور على حاجة عايزة يحسن بها صحته فبيلجأ لوسائل معينة يتفرج ويروح يشتري فهو بيتارجت ماركتنج وتسويق أكتر منه علم ودي مش في مصر بس أو في المنطقة العربية ده في العالم كله ده شركات عالمية كبيرة جدا بتكسب مئات المليارات مئات المليارات من الدولار يعني اتجارة المكملات الغذائية بتكسد يعني تدورها في العالم كله 250 مليار من 250 مليار دولار ل300 مليار دولار سنويا بمكاسب 1000% يعني علبة البيتامينز أو علبة المكمل الغذائي اللي انت بتشتريها مثلا ب100 دولار لا تتعدى تصنيحها 2 دولار أو 4 دولار ماكسما تشوف كم المكاسب قد دي طب المكاسب دي بتروح للأبحاث العلمية الخاصة بالمكمل الغذائي دوك ولا بتروح تسويق وبتروح للمحاميين اللي بيرفعوا قضايا وبتروح للشريك للهيئات اللي بتدعمها وبتسوقها على مستوى العلم دي من ناحية بقى ده قصة فيها إدمان مش إدمان ده اقتصاد اقتصاد علامي يعني يعني جزء من الاقتصاد العلامي جزء من منظومة الاقتصاد العلامي بتتمرر بطريقة غير علمية غير الدواء هي لازم يا دكتور يعني هل أنا النهار ده مثلا ينفع السيدة حامل مثلا ينفع أقول لها بتاخديش فيتامينز بحسب الطبيب بتاعك يقول حسب النقص اللي في جسمك إيه الناس بتاخد الكلام ده من غير ما تعمل أي حاجة لو أنت عندك نقص في فيتامين معين والدكتور قال لك خدي فيتامين دو إتسا أوكي يعني معظم الناس بتروح تاخد فيتامين ألف فيتامين ألف موجود في جسمك وموجود طالما الانتصاص عندك وأمعائك يعني الجهاز الهضم عندك والانتصاص عندك كويس ففيتامين ألف موجود موجود لأن بتاخديه أنت بطريقة يعني يعني احتاجات جسمك كله 600 مايكرو جرام فهتاخديها تاخديه من أي حاجة هتكليها مش شوية خضر مش شوية أي حاجة دخل جسمك دخل جسمك وحتاجاتك أوكي فيتامين سي محتاجة إيه محتاجة برتقانة محتاجة شوية جرجير محتاجة شوية حت هم بيقولوا لك الفيتامينز اللي في الواجبة اللي حديك بتاخدها بتبقى أولئلة جدا الفيتامينز اللي في الواجبة مش مضمونة تماما أو بالضغط مش مضمون لا لا الفيتامينز اللي موجودة في الواجبة اللي ربنا خلاقها الطبيعية موجودة معها الأحمض والمعادن والفايبرز وتركيبة كده جسمك بينتصها بسهولة غير ما بيستخلصها وادهلك بتركيز عالي جدا على شكل حباية جسمك مش هيستفيد بها زي ما هيستفيد بها وهي موجودة في الواجبة ودي الأبحاث الجديدة كلها أنا كلمك على الأبحاث 2020 و2021 و2022 مش بقولك أبحاث قديمة لا كل الأبحاث بقولك يعني مثلا الناس اللي لقوهم بيأكلوا فاكها واخدار صحيا وصحيا أحسن من الناس اللي بتعتمد على الصبل اللي هي المكملات الغذائية والفيتامينات والحاجات دي كلها فإنك تغذي الفيتامينات من مصادرها الطبيعية ومن المصادر الأصلية بتاعتها أحسن المتغذية من مصادر مصنعة بطريقة كيموية بتركيزات عالية جسمك مش محتاجة طيب ردك إيه اللي بيقولك بعد الأربعين لازم تاخد حباية أوميجا 3 كل يوم علشان الكوليسترول والدهون السلسية والدم بتاعك تدفع برضو هقولك برضو إن برضو في سنة 2019 اتعملت أبحاث إن ألاقوا الناس الأوميجا 3 ده موجود في السمك وموجود في المقصرات وكلام ده فلاقوا إن الناس اللي بتاكل مقصرات وابتاكل أسماك صحتها بتتحسن كويس جد فقالك تاكل كويس أو نستخلص بقى الكلام ده كله وندهولهم في صورة حبوب أو مكمل غذائي في أوميجا 3 أو أوميجا 6 أو أوميجا 9 وكلام ده ونعمل لهم خلطة كده مجموعة الأوميجا وندهر لقوا إن صحة الناس اللي هي بتاخد الحاجات دي من السمك والفكة أو المقصرات وكلام دي أحسن بكتير من اللي بتاخدها من شكل حبوب وفيتامينات أنا بقولك حاجات يعني يعني مش بقولك أحب بقولك أبحاث جديدة هقولك على معلومة تاني أكتر مهمة جدا فيتامين سي اللي الناس كلها بتاخده يقولك لما يجيلك دور فرد خد كمية من الفيتامين سي واشرب واقصور ومعرفش الكلام ده كل يكفيك بس من أربعين لميت ميلي جرام من فيتامين سي في اليوم هو ده حتى جسمك أكتر من كده مالوش لازمة أكتر من كده دخل بقى يعني الكلا هتنتصه لأن الفيتامين بيدف المياه الجسمك مش هيضرك جامد أو إلا لو خدت منه جرعات عالية أوي أوي هوجعلك الجهاز لهضمي أو هيعملك إسهال أو هيعملك كلام ده كله أنت كل اللي محتاجه برطقان لمونة حتة كانتالوب خلص الموضوع واحدة أفوكاتو مش محتاج بقى تروح تجيب بقى ألف ميلي جرام ومش اللي أنت بتشوفها دي وخمس تلاف ميلي جرام وثلاث تلاف ميلي جرام وعشرين ألف ميلي جرام وكلام ده كله هو أحتاج أربعين ميلي جرام هي البرطقانة أو هي اللامونة أو أو التفاحة أو كل ده موجود في الكلام ده كله ده بالنسبة لفيتامين سي وبالنسبة لفيتامين إيه طيب فيتامين دي برضو ده من الفيتامينات اللي هي المهمة جدا ده موجود فين فيتامين دي موجود في الشمس الشمس امشي مش محتاج الجرعات الكبيرة دي إلا لو دكتور العزان إلا لو دكتورك قال لك أنك عملت تحليل ولاقيت عندك نقص شديد مصريات وهتاخد لحد ما تعود مش هتاخده على الفضل والمليئين يا دكتور الفلاح اللي بيفحط في أرضه وبينزل كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 4 يعمل ما شاء الله صحتهم بتبقى لغاية الـ 80 و 90 زي الفل بسبب أشعة الشمس وبسبب فيتامين دي إحنا بقى أبناء المدن اللي بنتعرض للشمس وإحنا لابسين بكم أو بنصكم بس في طريق للزهاب أو العودة فالعربية مايبقاش قليل بالنسبة لنا خلينا برضو نتكلم كلام علمي انت قلت حاجة مهمة جدا انت قلت الراجل اللي بيروح الشغل بتاعه والكلام ده كله انت انا برضو مش عايز انساق ورا فقر التسويقي هو الفقر التسويقي بيقول لك ايه خد الحاجة دي هتبقى كويس ما قالكش ليه غير اللايفستيل بتاعك ما قالكش ليه تحرك احسن ما قالكش ليه كل بطريقة احسن ما قالكش خلي اكلك بطريقة صحية كويس زود حركتك امشي في الشمس هو بيقول لك ايه ما تعملش الكلام ده خد البطاعة دي خد التركيبة دي هتبقى كويس انت برضو مشيت ورا تسويقي فكري تسويقي انت قعد في المدينة انت ما بتعملش اي حاجة انت قعد في البيت ما هو داك برضو وما بتتحركش ما هو دا برضو مش صح عليك هو اللي انت هتاخده دا مش هيحسن لك اللي انت القعدة اللي انت قعدها انت لازم تغير اللايفستيل بتاعك لازم تزود نشاطك الحركة لازم تاكل اكل بطريقة صحية لازم تاكل اكل فيه كل العناصر اللي جسمك محتاجها مش محتاج انك انت بقى تقعد في البيت ما تتحركش ما تشوفش الشمس وتاخد المكمل الغذائي دا واتوصحتك هتتحسن هتتحسن ازاي طيب طب ايه الفرع من المكملات الغذائية والادوية بصي بقى اي حاجة مكتوب عليها مكمل غذائي ليه مكتوب عليها مكمل غذائي ومنتشرة وكتير قوي ليه الادوية او العلاج الدوائي بيمر بمجموعة بروسس كده خطوات الخطوات دي لازم تثبتي فعليتها الخطوات دي عشان تثبتي فعالية الدواء وان الدواء دا بيجيب نتيجة بتاخد لها من 10 الى 20 سنة وعشان دواء واحد تثبتي وتعملوله ابحث والكلام دا كله انت بتتكلم من مليار ل 2 مليار دولار ابحث للدواء دي بخلال العشر او 20 سنة دو المكمل الغذائي بتروحي تاخدي بتحطيله رقم معين رقم تشغيلة معينة بتتحطي تتلزع عليه مكمل غذائي مش مطالبة انك تثبتي بيعمل ايه او مش مطالبة تثبتي انه جوه ايه فعلا بس كده مش انا بقولك يا دا اقتصاد عالمي باقولك التيرنوفر بتاعهم متين من 250 مليار ل 300 مليار دولار في السنة فطبيعي جدا انه هو لازم يحميه بيحميه بايه بماركتنج بانفلوانسر ببلاجرز بحملات اعلانية جبارة بسوشيال ميديا غير طبيعي طب معلش انا حتفق معاك في كل اللي قلته ولكن السادة مدمني صلاة الجيم والكرياتين والبروتين قال لك انا لو كانت فرخة كاملة حيبقى عامل قد كده بروتين فناخد سكوب بروتين على لبن علشان اعرف اضخم واعمل خلينا نقول ان انت بتروح الجيم عشان تحسن كفاءة حياتك اللايف ستايل بتاعك انا برايح الجيم عشان احسن كفاءة اجهزة جسمي ونشط الدورة دموية بتاعتي وحسن عضلاتي مش لازم اخلى عضلاتي قد كده يعني انا مش المنظر ده مش يعني المنظر ده حد نتدخل اذا هي مؤثرة يعني اذا هي مؤثرة بالاجابة اخو يعني فيهم بقى ما فيه بص اصل الجيم ده الحاجات اللي بتتعمل في الجيم دي في حاجات خطيرة جدا 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 حقا اللي بتتاخد العضلات دي من افطا حاجات بتعمل غرغانينة او بتعمل حاجات دي الهرمونز والمنشطات خطيرة جدا الاسترايدز خطيرة جدا المنشطات خطيرة جدا نتكلم على الوي بروتين والكرياتينين هل انت عملت فحص كلا كوي قبل ما تاخد الكلام دوت عشان تعرف كفاءة الكلا بتاعتك هتتعامل مع البروتينز العالي اللي انت هتدخله جوا جسمك دوت الكلا هتتعامل معه ازاي ما انت لازم تبقى تشوف الكلا بتاعتك هتقدر تتعامل مع الكلام ده ازاي كمية التمرين اللي هتعملها المدرب اللي انت هيدربك هل هيقدر يثبتك الكمية ديت ويخرجها من جسمك بدل ما تترصب جوا جسمك وتعملك مشاكل في الكلا تم تتمرن بطريقة ما تاخد بروتينك العادي خالص من البروتين اللي موجود في الفراخ والاسماك بصورة الطبيعية وتتمرن بطريقة جوادي ولي بيأكلوا عدد كبير من الفراخ واللحمة والبيت طيب دكتور سريعا جدا المرضى الاوعيات الدموية والقلب هل محظور عليهم ان هم ياخدوا فيتامينز ما احنا احنا يعني احنا يعني احنا قلنا الاول حسب تحليلاتك انت بتغدي لو عايزة تغدي فيتامينز انت عندك نقص في الفيتامينز دكتورك هيقولك عمليلي تحليل فيتامين دي فيتامين اي هل لو عندك نقص حديد نقص في الحديد عندك نقص في الحاجات دي هتغديها هتغديها يا اما ممكن من الاكل الطبيعي هيقولك زودي في اكل كذا كذا يعني الحديد قولك زودي بروتين شوية وزودي الخضروات ايه الوجبة المثالية دكتور يعني ايه الوجبة المفروض تبقى على صفريتي كل يوم الخضر والسلطة والبروتينز الطبيعي العادي خالص هو ده احسن دي الوجبة المثالية اللي المفروض تكلي من بروتين في شكل مثلا بيد فول نباتي مثلا يعني بروتين نباتي او بروتين حيواني لو انت عايزها تخليط تأخذ بروتين كامل وما عندكش الامكانيات انك انت تكلي بروتين تجيبي لحمة او فراخ ممكن بيد مع فول خلاص انت خدت كل الامينو اسد اللي جسمك محتاجة مع شوية سلطة مع شوية خضار وتتجنبي وتتجنبي الحلويات تقليلي منها على قد ما تقدري تتجنبي الدهون الغير مشبعة اللي هي اللي موجودة في الزيوت النباتية عشان ما تترقمش جوا جسمك لو انت كلتك تاكلوا كل حاجة وتاكلوا وتشبعي يعني المفروض انك انت تاكلوا المفروض الانسان ياكلوا ويشبع الانسان مش مخلوق عشان يجاوع نفسه تاكلوا وتشبعي يعني اللي تعودنا عليه طول حياتنا وأجدادنا تعودوا عليه نرجع له تاني وما اتلغبطيش بين الوجبات هو الانسان اللي بيوزنه بيتلغبط وصحته بتتلغبط لانه بيبقى واكل وشبعان واي حاجة معديها قدامه بيقعد يقول منها دي حتة دواءني كلام ده كله والمكسرات كمان زي بالدكتور قال كل شكر لك دكتور مصطفى ساري استشاري تغذية العلاجية بنشكرك على وجودك معنا يا فن شكرا منك يا دكتور أهلا منك سباح